احتفلت مدينة بيت ساحور في الأراضي الفلسطينية بانطلاقة أول مهرجان تراثي يشتمل على العديد من المنتجات المحلية والصناعات اليدوية وقد شارك بحفل افتتاح المهرجان الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بجانب كنيسة بئر السيدة العذراء وسط بيت ساحور عدد كبير من المسؤولين والأهالي والكشافة وضيوف المدينة تفاصيل أوفا في تقرير مندوبتنا في القدس مرلين الحدوة احتدنت مدينة الرعا بيت ساحور السوق والمهرجان الأول من نوعه أطلق عليه اسم سوق وحكاية حيث ابتدأ الاحتفال بمسيرة استقبال رسمي للوجهاء تقدمتها مجموعة كشافة اللاتين في بيت ساحور وبحضور الكهنة الأجلة وعطوفة محافظ محافظة بيت لحم السيد كامل حميد ورئيس البلدية الأستاذ جهاد خير وعضاء المجلس البلدي والمؤسسات والشرطة وأهالي المدينة ووفود أجنبية بفرح كبير تم قص شريط الافتتاح والسير في شوارع وأزقة البلدة القديمة ويعتبر هذا السوق الأول من نوعه واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ويحكي حكاية الفرح الكامل في القلب حيث رسمت المدينة بلوحة كاملة من الجمال وأحياء هذه الأزقة القديمة التراثية التي تتميز بالأصالة ها هي مدينة الرعاة بيت سحور التي انطلقت منها رسالة الميلاد في العالم تعيد الذكريات القديمة لأهليها بفاعليتها الرائعة من حيث عرض المنتجات المختلفة من أشخاص لديهم القدرات فكل زاوية احتضنت منتوج مختلف هذا وقد تم ترميم وإعادة تأهيل هذه الأزقة بالتعاون مع بلدية بيت سحور مع مختلف المؤسسات والجمعيات والمدارس لكي تبعث برائحة التراث القديم من مدينة السلام مدينة الرعوات ابتدأ الاحتفال بالسلام الوطني الفلسطيني ثم كلمة لرئيس بلدية المدينة الأستاذ جهاد خير الذي شكر كل القائمين على هذا المشروع الأكثر من رائع لكي تبقى مدينة الرعاة مدينة حضارية كما وشكر عطوفة المحافظ في كلمته القائمين على هذه الفكرة وخص الشكر بالمرأة الفلسطينية عامة والسحورية خاصة على ما تقوم به من إنجازات كما ونقل تحيات السيد الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وفي كلمة من عريف الحفل عيسى رشماوي الذي شكر الفنان طارق سلسع والسيدة نتالي الطويل على المجهود الرائع وبعدها تم إضاءة شعلة الانطلاق وبدء الاحتفال الذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في هذا المكان الذي يلاصق كنيسة بئر السيدة العذراء وسط المدينة وفكرة شعلة التذكار هي فكرة أن ننير هذه الشعلة لتكون رسالة سلام ومحبة إلى كل العالم من مدينة بيت صاحور مدينة حقل الرعاة مدينة البشارة التي بشر فيها الملاك بولادة سيدنا المسيح له المجد طبعا أنا زي ما الكل شاف على المسرح بإني تأثرت أثناء كلمتي ورجفت الدمعة بعيني لسبب واحد فقط هو ليس ضعف وإنما قوة قوة بثقة غالية بإني أوثق وأحترم أبناء مدينة بيت صاحور بشبابها وشاباتها ورجالها ونساءها ومسنينها وأطفالها ومؤسساتها اللي وضعوا إيديهم بإيديهم بعض بدون أي مقابل بعمل تطوعي وموظفي البلدية وعمال البلدية والمدارس وكل المؤسسات كانت تعمل برجل واحد وبيد واحدة من أجل مدينة بيت صاحور ومن أجل فلسطين فكل الاحترام والتقدير للجميع وأنا فعلاً بس بقول كلمة واحدة إني بفتخر في مدينة بيت صاحور بفتخر في فلسطين وبفتخر بإني رئيس بلدية لهيك ناس محترمين فهذه بيت صاحور أرض الرعاة أرض المحبة أرض المجد الله في الأعالي وعرض السناس المصرة تحتفل بدي بيت صاحور بهذا الاحتفال البيت بهذا الاحتفال نبتخر فيه حكاية حكاية بيت صاحور التي تحتفر فيها في كل محبة هذه الأرض المخدسة أرض المشارة هذه الاحتفال العظيم الذي يحتفل فيه المشتمين والمسيحيين مع بعض البعض لأن هذه هي أرض المشارة أرض المحبة ولذلك نحن نقف اليوم لتشجيع لهذا الاحتفال نقف اليوم لكي نبارك هذا الاحتفال نقف اليوم لكي نعتز بهذا الاحتفال العظيم في مدينة بيت صاحور نحن ودعا نقول بأنه اليوم نتكلم عن الوجود المسيحي الفلسطيني إن الوجود المسيحي الفلسطيني الذي يصمد على أرضه عندما يكون خلاقا في زرع الأمل والرجاء في أهل شعبنا على أن يصمدوا على هذا الأرض وأن يبقوا حاملين شهادة المسيح لهذا السبب كلما كنا مبتعين وخلاقين في زرع الأمل في نفوس شعبنا وبنوع خاص في هذه البلاد التي نطورها مثل بيت صاحور في منطقة بيت لحم إنما هي قوة لصمودنا على هذه الأرض نصمد كشجرة الزيتون التي دائما تبقى خطراء فوق ربع أرضها مهرجان سوق حكاية بهدف لتشجيع السياحة لمدينة بيت صاحور وإضافة المدينة على قارضة السياحة الفلسطينية لأهميتها التاريخية والدينية زي ما يدوا جايفين هنا على بير السيدة العدراء ويعتبره أهم المواقع التراثية والسياحية في المدينة بهدف المهرجان لتعريف هذه المواقع وهوية المدينة للمجتمع المحلي وزيادة عدد الزوار الأجانب لهاي المدينة خاصة خلال فترة عيد الميلاد وإحنا هنا بسطة التحضير لأعياد الميلاد المجيدة ومهمنا كثير كبندية يكون في عناحية للموروث التراثي والثقافي اللي هو البيت الخديم في بيت صاحور إحنا موجودين هلا في سوق حكاية وشعلة تذكار الفكرة منها رسال رسالة سلام ومحبة وثقافة وإبداع إلى العالم ومثلناها بالشعلة شعلة تذكار اللي هي بداية بالرعاة لأنه مدينة بيت صاحور مدينة الرعاة وبعد ذلك انتقلت البشارة إلى العالم كله ومنأمل من سوق حكاية وشعلة تذكار إنه نقدر نبعث للعالم كله رسالة محبة وسلام وثقافة وإبداع من الشباب الفلسطيني إلى العالم كله شكرا هلا الفكرة كانت إحنا متواجدين في البلدة القديمة في الموقع هذا اللي هو اسمه فنجان وكتاب اللي قديما اسمه دار ذكرت وهو مبنى عمره أكثر 120 سنة تابع لبلدية بيت صاحور تم شراءه وترميمه على نفقة أعضاء المجلس البلدي قبل سنوات وتستلمه بالعهدة البلديات متوالية فإحنا حصلنا على هذا المبنى مجانا هي مشروع متعاون بين جمعية وساطة ومجموعة الناد للردوكس العربي أفرادهم وقيادة عمالنا بنشغل على إعطاء فكرة روح التطوع في إعادتها في المدينة فمن هون من البلدة القديمة صارت صارنا نحب نشوف كثير مواهب جديدة مواهب شابة مواهب غريبة احنا مكننا سمعنا عنها أنا حاليا موجودة في البلدة القديمة عاملين على إحياءها من خلال مهرجان سوق حكاية كمان أنا بشجع كمواطنة سحورية فلسطينية على السياحة في مدينتي مدينة بيت سحور المدينة المقدسة فأتمنى كل التوفيق لأهالي مدينة بيت سحور اللي اشتغلوا على هذا المهرجان اللي حاولوا برضو إنه يشجعوا هاي السياحة ويحيوا المناطق القديمة في هاي البلدة طبعا هذا السوق هو بنوان سوق حكاية هو سوق يلخص الحكاية الفلسطينية وخاصة حكاية مدينة بيت سحور منذ بدء يعني وصول أول عائلة للمدينة حتى هذا اليوم وهدف هذا المهرجان وهذا السوق الحدث في بيت سحور لأن يكون وجهة جديدة للسياحة إلى فلسطين وإلى هذه المدينة السياحة موجودة طبعا في مدينة بيت لحم في محافظة بيت لحم بشكل عام ولكن تفتقر إلى هذه الأحداث اللانوعية والجديدة من نوعها في مدننا نحاول أن نكون أكثر إبداع في جذب السياحة الأجانب وأيضا نتكلم عن السياحة الداخلية فنانة تشكيلية برسم في الحرات القديمة في بيت سحور مشاركة في مهرجان سوق وحكاية وإن شاء الله بيعجبكم الرسم حبيت أعمل إلي زي خيمة ربطتها بالرعاة قديما كيف لما إيجوا على بيت سحور فحبيت أنه يكون الموضوع إشي إلو علاقة بالدين والتراث مع بعض ربطتهم مع بعض فالناس في إقبال نشكر الله كثير حلو انتهى الاحتفال بأغاني من فنانين المدينة ودبكات شعبية نالت إعجاب الحاضرين الذين ارتسمت الفرحة في قلوبهم لنرسات مارلن الحدوى من مدينة الرعاة بتسحور اشتركوا في القناة